وصل إلى القاهرة وفد من حركة فتح للمصالحة الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة لإطلاع المسؤولين في مصر على نتائج اللقاءات التي تمت بين حركتي فتح وحماس في الدوحة على مدار اليومين الماضيين الوفد الفلسطيني من حركة فتح لا ينسى الدور المصري الذي قام به في المصالحة فأتى إلى مصر لإطلاع الجانب المصري على هذه النقاط التي تم الاتفاق عليها وهي انتخابات رئاسية ومجلس وطني فلسطيني بعد موفقة حماس على المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية وموفقة حماس أيضا على أن يتولى حرس الرئاسة معبر رفح الذي يربط بين مصر وفلسطين وحسب حركة فتح فإن لقاءات الدوحة تركزوا على تطبيق الاتفاق وفي حقيات السابقة المواقعة بين فتح وحماس وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل ستكون مسؤولة عن كل الملفات الفلسطينية واتفقت الحركتين على أن تظل نتائج مباحثة هيمة طي الكتمان من أجل عدم تكرار ما حدث في السابق هناك حرص شديد على رأب الصدق بين الحركتين وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية حتى يمكن مواجهة هذا التوغل الصهيوني على الشعب الفلسطين وكان وفد حركة فتح قد التقى المسؤولين المصريين بالقاهرة قبل بدء لقاءات الدوحة للتشاور حيث أن مصر هي الراعي للمصالحة الفلسطينية بقرار من جامعة الدول العربية دعم عربي ومصري للمحادثات بين فتح وحماس مع الاتفاق على عدم الإعلان عن نتائج هذه المحادثات حتى الانتهاء منها قصم عبد المقصود الإغبارية القاهرة